تخيل وحدة صاحب آت المتسلسل فإكبرها تتفرج على كل ضحية بيقتلها ومن كتر الضغط اللي بتعيشه بتولع البيت بي وهو بيقتل وحدة بس ما بيموتش والشرطة بتمسكهم لكنه بيقدر يهرب وبيرجع ينتئم بيبتدي في الميناء مع ماري وهي بتقدم على وظيفة في مدجر دير في بنزينة وبتكون لسه خارجة من مستشفة الأمراض العقلية بسبب مرض جنون العظمة وكمان قادة عقوبة في السجن لاشتراكها مع صديقها جيمس وجيمس ده قاتل متسلسل فبيقول لها ايد صاحب المكان هتيجي النهاردة الساعة 9 بالليل علشان تستلم الشغل وبيعرفها كمان ان الصيادين والمزارعين بيجوا الساعة 4 و 5 ووقت شغلها من الساعة 10 ل 6 فبتقول لاد ان اللي جايب لها الشغل هنا هو الزابي التوم وبتسيبه وبتروح تركب العربية مع صديقتها ديبي اللي بتعرفها انها عزمها النهاردة الساعة 12 بسبب قبلها في الشغل وبتوصلها للبيت واول ما بتدخل الشقة وتفتح الحمام بتلاقي جيمس جوه بيعذبه وبيقتل واحدة من ضحياء بس كل ده بتتخيل فبتاخد الدواء وبتهدي نفسها وبيجيلها ظابط الشرطة توم علشان يكرر عليها شروط الافراج ولما بيسيبها بتنزل للحديقة علشان تستنى ديبي ولكن بتتخيل جيمس تاني بس بتجيلها ديبي وبيروحه للمطعم فبتقول لها انا شفت جيمس في الحديقة لكنها بترد عليها بان جيمس في السكن بس اسناء الكلام بتشوفها في صورة ضحية تانية وهي بتنزل دم قدامها بس برضو بتتخيل فبيقوم وبيمشو وبتروح البيت وبتوصل سلك التليفون فبيتصل توم بيها وبيشكرها لانها سمعت كلامه ووصلت التليفون لكن لما بتقفل معاه بيجي لها مكالمة تانية واحدة بتقول لها شفت بنتي وهي بتموت فلازم اشوفك وانت بتموتي بتقفل ماري التليفون على طول لكنه بيرن تاني فبتشيل السلك اه ايه ده بيرن تاني فبتشيل ام التليفون كله وبتهبده على الارض وبييجي الليل فبتنزل تركب العربية مع ديبي علشان تروح للشغل وهم في الطريق بتغنيلها اغنية وبتقول لها ان جيمس كان دايما بيتصل بيا في اوقات المطر وبتكون شغالة جنبه وبعد ما بيشغالها بيقتل ضحية فديبي بتوصلها للمتجر وبتكون الدنيا بدأت تمطر فبيدخلوا الاتنين جوه وبتلاقي بوب اللي شغال هناك وبيعرفها الشغل اللي هتعمله وبيسيبها علشان يجيب لها المفتاح فبتكرر ديبي انها تمشي علشان تروح ووقت ما بتكون في العربية بيجي لها جيمس وبيضربها وبوب بيجيب المفاتيح وبيسيبها وبيمشي ومع مرور الوقت بتحس ماري ان في حد معاها في المدكر وكمان بتكلمها كارلين وبتهددها بقت لها تاني وكارلين دي اللي كلمتها في التليفون قبل كده فبتعفل السكة وبتاخد الدواء وبعد شوية بتوصل العربية وبيجي لها السواق وبيشتري حاجات ولكنه لما بيخلص بينسى الفيزة بتاعته وده بيخلي ماري تطلع وراء جاري لكنه بيمشي وما بيسمحاش فبتشوف جيمس تاني قدامها وهو بيتحرق وبتخاف جدا وبترجع لورا لحد ما بتقابل بوب وبتضربه غصبا عنها بس بتدخله جوه وبتعلجه ولما بيسألها عن ماضيها بتقوله ان جيمس السفاح كان صديقها وانها تشهرت في وسائل الاعلام باسم زاوتشار لانها بعد ما اكتشفت ان جيمس كان قاتل اكبرها على مشاهدة كل الضحايا اللي بيقتلهم ووقت ما كان بيقتل كريستين بنت كارلين ولعت ماري البت بيهم لكنه ما ماتش ولكنه تحبس فبيسيبها بوب وبيركب عربيته وبيمشي وبيدخل لها اتنين وبيشتروا حاجات ووقت ما بتكون بتحاسبهم التليفون بيرن بالاغنية بتاعت جيمس فبتقفل بسرعة السكة وبوبه هو في الطريق عربيته بتيطل فلما بينزل يصلحها جيمس بيجيله وبيضربه وبنرجع تاني الماري لما بتدخل الحمام وبتشوفه في نهكاس المراية وكمان بتلاقي ضحية غير انا قدامها بتمد ايديها وبتطلب منها المساعدة بس كل ده بتتخيل تاني فبتخرج من الحمام وبعد وقت بيوصل الزب التوم وبيكون جاي علشان يتطمن عليها ووقت ما بيسيبها وبيدخل للحمام بيدخل جيمس المذكر لكن ماري بتفضل تقول دواهمي مش حقيقة لحد ما بيدربها جيمس علشان تصدق انه حقيقي وبيقول لها تشوفي الناس النهاردة وهي بتتقتل وكمان انا هشوفك وانت بتموتي نفس الكلام اللي بتقوله كارلين بس بتقف وبتغمد عينيها ولما بتفتحها بعد فترة بتشوف واحدة وقفة مكان ما جيمس كان واقف وصوتها بيطلع نفس صوت كارلين علشان كده بتزعق لها ماري لكن كارلين بتقول لها انا معرفش اي حاجة من اللي بتقول عليها في الوقت اللي بيخرج توم وبيسأل على اللي بيحصل فبتضطر تعترف لتوم على التهديدات اللي بتجيلها ولما توم وكارلين بيمشوا بتشوف عربية ديبي وقفة بره فبتطلع وبتلاقي كلام مكتوب بالدم على الازاز ولما بتدخل للمتجر بتسمع صوت جاي من جوه بتوصل للقوضة اللي جاي منها الصوت وبتدخل وبتلاقي ديبي وبوب وهما مربوطين على كراسي فبتطلع تجري لما بوب بيتحرك وبتلاقي بره كارلين مستنياها وبتقول لها انا اللي كنت بهددك فبتطلع سكينة وبتعورها وبتلومها على انها شافت بنتها بتتقتل من غير ما تعمل اي حاجة بتجري ماري وكارلين وراها بالسكينة ولكن قبل ما تقتلها بيتضرب عليها نار توم بيقتلها وبيقول ل ماري انا كنت راجع علشان اقولك ان في حدثة حصلت في السك وجيمس قدر يهرب فلازم تستخبي لكن قبل ما تقوله انها شافته بيطلع وراه وبيضربه وكمان بيضرب ماري ولما بتفوق بتلاقي نفسها مربوطة في القوضة وبوب و ديبي و توم مربوطين قدامها وجيمس بيدخل عليهم وبيمسك المطرقة وبيفعص دماغ توم وكمان بيمسك كيس وبيخنق ديبي لحد ما بتموت وبيطلع بره وبيرجع بجيركن بيكون فيه بنزين بيقب على بوب علشان يحرقه لكن صاحب العربية بيرجع علشان ياخد الفيزا فده بيخلي جيمس يوقف وبيطلع بره في الوقت ده بتقدر ماري تفك نفسها وبتفتح دولاب وبتاخد بندقية وكمان بتفك بوب وبيقفوا الاتنين يستعدوا علشان يضربوا على جيمس النار اول ما يدخل السواء لما بيدخلوا وبيلاقي الدم في كل مكان بيتصل بالشرطة وبيقلهم على مكان المدكر وبيسمع صوت جاي من القوضة فبيكرر يشوف ايه اللي بيحصل ووقت ما بيدخل للقوضة بيدربوا جيمس في رقابته فبيجري على مكان ماري اللي بتضربوا بالنار وبتقتله وجيمس بيجري وبيستخبه فبيتحس ماري بالزمب لانها قتلت واحد بريء لكن بوب بياخد منها البندقية وجيمس بيفضل يقفل النور ويفتحه لحد ما بتوصل الشرطة للمدكر ووقت ما بيجوا يخرجوا للشرطة بيدرب جيمس بوب وبيموته فبيجري ماري وبتطلع للشرطة وبتركب معاه العربية لكن جيمس بيطلع وبيضربه بالبندقية وبيقتله فبيجري ماري لحد ما بتوصل لمنطية خردة وبتدخل قوضة علشان تستخبه لكن جيمس بيفضل وراها ووقت ما بيجي يخرج بتضربوا ماري وبتعوره وبترجع تاني للمدكر بتدخل لقوضة وبتمسك ورون غزال وأول ما بيدخل جيمس عليها بتضربوا ماري وبيفضل ينزف دم قدامها وماري بيغمى عليها من كتر الإرهاق لحد ما بتفوق الصبح وجيمس بيكون اختفى فبتخرج برا وبترجعنا الكاميرا تاني للماري وهي شغالة في كوفير لونا ووقت ما بتكون بتقفل بتلاقي جيمس ظاهر في نعكاس المراية والحد هنا بيكون انتهى في المنا بتمنى يكون عجبكم وما تنسوش تعملونا لايك وتشتركوا معنا في القناة واتفعلوا جرس الإشعارات علشان يوصلوكم كل جديد ولو انتم على الفيسبوك ما تنسوش تعملونا فولو دمتم فيه أمان وسلام سلام ترجمة نانسي قنقر